من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين قال الله العظيم في كتابه الكريم الإفلام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم خلق الله الأرض كلها لأهل الأرض كلهم وأراد من الجميع أن يتعاونوا فيما بينهم في قضاء حوائج بعضهم لبعض أساسا خلق الله الإنسان محتاجا إلى غيره ربما هناك حيوانات أو حشرات يمكنها أن تعيش بدون غيرها وأكثر الناس الذين يظنون أنهم ليسوا بحاجة إلى الآخرين أم أكثر الناس حاجة إلى الآخرين تصور الملوك والأمراء والزعماء وأصحاب الملايين هؤلاء في العادة يحتاجون إلى أكثر من غيرهم لماذا؟ لأن الملك والأميرة والذي ورث الملايين من آبائه أقل الناس علما وأقل الناس قدرة على ترتيب الأمور فلو أن ملكا مثلا تعطل عنده جهاز أو تعطل شيء ما في بيته هل يستطيع أن يصلحه؟ في العادة لا فالملك يحتاج إلى العامل يحتاج إلى الفلاح ويحتاج إلى جميع الناس مع أنه ظاهر أنه لا يحتاج إلى أحد لكن الحقيقة غير ذلك فمدام أن الله عز وجل خلق الناس محتاجين إلى بعضهم فلابد من التعاون فيما بينهم والتعاطي أي أن يعطي بعضهم لبعض ما يحتاج إليه ولذلك فإن من امتحانات الله الكبرى في الحياة امتحان البشر بما يملكون وبما يعطون هناك معادلة في هذا الكون تقول المعادلة لا يمكنك أن تأخذ من دون أن تعطي ليس بمعنى أنك غير قادر على أن تأخذ من دون أن تعطي لكن بمرور الزمن فإنك لا تهنأ بحياتك إذا لم تكن من من يعطي أحد أصحاب الملايين قال قبل مدة أنني كنت أظن أنني إذا امتلكت سيارة آخر موديل من أغلى السيارات وإذا امتلكت قصرا وامتلكت زوجة وامتلكت الأموال بالملايين فسوف أكون سعيدا لكنني وصلت إلى كل ما كنت أبتغي إلا أنني لم أشعر بالسعادة شعرت بالسعادة حينما بدأت أعطي الأمر الدائر في هذا الكون أنه إذا تعطي فأنت تشعر بالسعادة هذه السعادة الحقيقية هناك طبعا سعادة مزيفة سعادة من يظن أنه إذا امتلك الملايين فهو سعيد هذه أيضا سعادة أولا لفترة قصيرة وثانيا هي سعادة مزيفة لكي تعيش سعيدا لا بد أن تسعد الآخرين وكما يقول الإمام عليه السلام الله عليه أهنأ الناس عيشا من أشرك الناس في عيشه هذا أهنأ الناس أما الذي يحتكر أما الذي لا ينفق أما الذي لا يعطي أما الذي لا يتعاون فإن هذا يعيش الأنانية ولا يعيش السعادة هو يبحث عن السعادة وربما يزيد من أمواله لأنه لا يرى أن بعض المال أسعده فيزيد منه مثل الذين يبتلون بالمواد المخدرة فإنهم كلما ازدادوا استخداما لها ازدادوا حرصا عليها وحاجة إليها أنت في هذه الحياة إذا لم تعطيه فمثلك مثل الذي يشرب من ماء البحر كلما شرب أكثر كلما عطش أكثر ولذلك يقول الحديث الشريف من همان لا يشبعان من هم علم ومن هم مال من يحصل على بعض العلم يريد المزيد لماذا؟ لأن الروحه تشعر بالسعادة من خلال العلم لكن الذي يملك المال فكلما ازداد مالا ازداد نقصا في سعادته نحن مكلفون بأن نساعد الآخرين ربنا عز وجل يقول وأنفقوا فيه في سبيل الله ولا تلقوا بعيديكم إلى التهلك البعض يستخدم هذه الآية لكي لا ينفق بينما هذه الآية من آيات الإنفاق إذا لم تنفق في سبيل الله فإنك تلقي بنفسك في التهلك أولا لأن الحياة قائمة على أن من يعطي أكثر يحصله أكثر هناك ملك متعلق بالعرش يقول اللهم أعطي كل منفق خلفا وكل ممسك تلفا وثانيا لأن الإنسان بعد رحيله من هذه الحياة يحصل على ثواب ما أعطى ولا يحصل على ثواب ما أخذ بل إن الميت إذا مات يقول الناس ما ترك وتقول الملائكة ما قدم أنت تترك خلفك الملايين لكنك لا تنهنأ بها هي موجودة للورثة بالنسبة إليك ما تقدمه تحصل عليه وما تقدمه لأنفسكم من خير تجدوه إذا قدمت لنفسك فإنك تحصل على جزائك إذا لم تقدم لا تحصل على شيء فأنت جمعت الأموال لغيرك وتعبير الإمام عليه سلام الله عليه كراعي غنم غيره تعب وأخذ مجموعة من الأغنام إلى الصحراء ورعت ثم عادها ولكن اكتشف أنها لم تكن له هل يستطيع أن يسترجع من الغنم ما حصل عليه في الصحراء لا فلكي لا تكون كمن راعى غنم غيره إذا حصلت على شيء فأنفق منه وإن كان قليلا أحيانا تقول أنا أستحي هذا الرجل يحتاج إلى الملايين وأنا أعطيها ألف مثلا أقول لك أن الإمام عليه يقول لا تستحي من إعطاء القليل فإن الحرمان أقل منه ثواب الإنفاق كثير ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا أمر بالإنفاق أكثر من 22 آية لكن ننظر إلى آيات الحج في القرآن أكثر من آيات الحج لأن الإنفاق له أجر وتوى سواب كثير يقول الإمام الصادق لقضاء وحاجة إمرأة مسلم أفضل من حجة وحجة 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 وقضاء حاجة إنسان مؤمن فإن ثوابه أكثر من عشر حجة ثم يقول كل حجة ينفق فيها صاحبها عشرين ألف هذا قضاء حاجة مؤمن قضاء حاجة مؤمن بأن تساعده في أمر بأن تأخذ بيده وتعبر الشارع بأن تجلسه إلى جنبك في السيارة وتوصله إلى مبتغاه بأن تنفق عليه في الدرجة الأولى مسألة الإنفاق مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مأة حبة يعني واحد بسبعمية ثم يقول ربنا والله يضاعف لمن يشعر الله عز وجل واسع عليم لكن كل درهم تنفقه النسبة التي تحصل عليها من الربح سبعين ألف في المئة واحد بسبعمية هل هناك مصرف في العالم يعطي هذا المبلغ من المال كأرباح للأموال لا لكن الله عز وجل يعطي يعطي لمن ينفق كان الإمام زين العابدين إذا جاءه طالب حاجة وأنفق عليه يقبل يده البعض فسر أنه يقبل يد الرجل الذي حصل على المال الفقير لكن أيضا قد يفسر بأنه كان يقبل يد نفسه لأنه كان يقول أن الله هو الذي استلم أنت حينما تعطي فإنما تعطي في يد الله والله ليست له أيادي ولا أرجل ولا هو جسم وليس خلقه لكن كأنه أعطيت الله شوفوا رب العالمين يعطي العباد وهو جبار السماوات والأرض ثم يستقرض منهم من ذا الذي يقرض الله أرضا حسنا الله يضاعف الله يزيد فلابد أن نعرف أن الإنفاق جزء من الواجبات وسمي الإنفاق وإنفاقا بمعنى ردم النفق هناك أرض مستوية وهناك أرض محفورة لكي تردم الأرض هذه وتجعلها مستوية فلابد أن تزيد من الرمال من التراب من الحجر داخل هذا النفاق أيضا أنت عليك أن تردم الأنفاق بين الناس حاجات الناس خاصة إلى المال حاجات حقيقية ربنا في أول سورة البقرة يقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين من هم المتقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم منفقون تقريبا أغلب آيات القرآن التي أمرت بالصلاة أيضا أمرت بالزكاة بالعطاء يعني أيها الذين آمنوا أنفقوا هذا أمر بالإنفاق لا تلقوا بأيديكم إلى التهلك ثواب الإنفاق مثل الذين ينفقون في سبيل الله كما تلحبت أنبتت سبع سنابل وأيضا يبين أن من صفات المتقين أنهم معطاؤون لا نجد عظيما في التاريخ خاصة الربانيين منهم إلا وكانوا من الكرماء يعني الكرامة هي أن تعطي من نفسك الكرامة ليست ليست في أن تأخذ وإلا كل الناس يعرفون كيف يأخذون وكيف يجمعون الأموال لكن العظماء الربانيون هم وحدهم والذين يعرفون أن الأخذ بالعطاء وأن من يعطي هو الذي يحصل على الأجر والثواب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ببركاته اشتركوا في القناة